بداية أبدأ معك دكتور جمال في عام 2018 هذا العام الذي لم يستطع أي شخص مصري حقيقي أو سياسي حقيقي أن يصل أو يستطيع عنده القدرة حتى على أن يرشح نفسه وينافس عبد الفتاح السيسي في أي انتخابات حقيقية كيف تابعت هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ محمد وللسهد المشاهدين يعني قبل أن نخوض في هذا المغمار لابد أن أهنأ العالم أجمع بحلول عام جديد عام 2019 سألني المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على العالم كله وعلى الأمة الإسلامية والعربية وأن يكون عاما تتخفف أو تقل فيه الآهات والأوجاع والألم وخصوصا في سوريا ومصر وكل البلاد التي واليامن طبعا وكل البلاد التي تعاني من أزمات وتحديات وأرجو أن يعي الجميع ويعرف أنه عليه دور يجب أن يقوم به أولا لنفسه ثانيا لمجتمعه ثالثا لأمته فيما يتعلق بالسيسي ومصر وعام 2018 جباية وتصفية كما أنتم تقولون الحياة لابد أن نعرف أن طبيعة العسكر على مر التاريخ هذه هي وجهتها ما يقوم به السيسي الآن هي الوجهة الحقيقية وأكثر تعبيرا عن العسكر مثلما نقول في السياسة الأمريكية مثلا أنها سياسة وحدة ولكن ترامب جاء بشكل أكثر وضوحا يعني عبر بشكل أكثر فجاجة آه فجاجة يعني عبر فكذلك السيسي هو يعني نحن إذا رجعنا قليلا عبد الناصر مثلا قام بتصفية محمد نجيب بشكل أو بآخر ليس التصفية هنا معناها أن يقتله بشكل مباشر بشكل معنوي آه بدم بارد وعبد الحكيم آآ آآ عامر وغيره يعني آآ استدات نفس الكلام في آآ مسألة آآ مراكز القوى فطبيعة العسكر لا يحب أن يكون له شريك في الحكم وخصوصا من المدنيين لمن آآ يعي ذلك أو لابد أن يعي لجميع ذلك لأنه البعض اغطر للأسف ممن آآ يسمون بالقوى المدنية في مصر وكانوا يرون في السيسي من جاه لهم من الإخوان وهذا للأسف أمر يطول شرحه ومن ثم ما يقوم به السيسي ومن حوله أو العسكر بطبيعة الحال هو أمر طبيعي أنا شخصيا أعتبر أن ما يقوم به السيسي هو أمر طبيعي بمعنى مش طبيعي يعني أنا أقبله لا يعني هذا هو الذي يجب والذي يخرج من العسكر وأداءهم وطريقتهم على جميع المسارات وليس هذا فقط في مصر أنت إذا يعني نظرت في كل النماذج التي وقع فيها انقلابات عسكرية ستجد أنهم يسيرون هو كتاب واحد ولكنه كتاب أسود فنجد أنه السيسي هذا وأنا قلت هذا الكلام مبكرا بعد الانقلاب مباشرة قلت أن هذا الرجل جاء ليحرق مصر وهو لن يكتفي بذلك يعني أنت لو فردنا كده كل الملفات على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو كل هذه الملفات لو إحنا وضعناها كده وعندنا نتكلمها للصبح في كل ملف مش هنخلص طيب فهو سيحرق مصر وسيستمر في حرقي لمصر وأنا تقديري أنه الأسف قزم مصر تقزيما شديدا طيب ولكن دكتور عبد الفتاح